تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء افتتح معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس العالى للصحة مشروع توسع الدائرة الحوادث والطوارئ في مجمع السلمانية الطبي وذلك بحضور سعادة الدكتورة جليلة سيد جواد حسن وزيرة الصحة وعدد من المسؤولين وبهذه المناسبة اشهد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة بالتوجيهات السديدة من لدن جلالة الملك المعظم ودعم سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء كما عرب عن تقديره لجميع القائمين على هذا المشروع الهام الذي يعكس اهتمام المملكة بتطوير الخدمات في القطاع الصحي ويعزز ما تتمتع به من مقاومات تكرس دورها في تحقيق اهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وعرب معالي عن الفخر بافتتاح هذا المشروع الرائد الذي يصب في تطوير الخدمات الصحية المقدمة في مجمع السلماني الطبي متطلعا لمواصلة المشاريع التي تحقق اضافة نوعية لجودة الخدمات المقدمة وعلى صعيد المتصل اكدت سعادة وزيرة الصحة نفتتاح مشروع توسيعة دائرة الحوادث والطوارئ يشكل اضافة هامة ونوعية ضمن مبادرات الحكومة منوهة بجهود الكوادر الطبية المميزة في مختلف التخصصات الطبية ودعم الكوادر الطبية المساندة وعملها الدؤوب بهدف تطوير السياسات والاستراتيجيات الصحية سعيا لتعزيز صحة الفرد والمجتمع وضمان توفير خدمات صحية شاملة ومتطورة ذات جودة عالية ومتكاملة ومستدامة من جهته اكد سعادة الشيخ شام بن عبد العزيز الخليفة رئيس مجلس امناء المستشفيات الحكومية ان الزخم والنجاح الذي تحققه مختلف المشاريع الخدمية والتنموية تأتي تنفيذا لتوجيهات الحكومة بالاهتمام بالمواطن البحريني باعتباره هو محور التنمية وغايتها لذلك اكد الدكتور احمد محمد الانصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية ان تتشين توسعة دائرة الحوادث والطوارئ بمجمع السلمانية الطبي يمثل نقلة نوعية في خدمة المواطنين والمقيمين مشيرا الى ان الدائرة تعد احدى مراكز التمييز بالمستشفيات الحكومية والتي تحظى باهتمام بالغ وولوية قصوى ضمن الخطط الاستراتيجية نظرا لدورها المحوري في تلبية الاحتياجات الطبية للمرضى الذين يصل عددهم الى 1300 مريض يوميا من منطلق اهتمام مملكة البحرين بتطوير الخدمات في الغطاع الصحي افتتح معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الاعلال الصحة مشروع توسعة دائرة الحوادث والطوارئ في مجمع السلمانية الطبي لرفع الطاقة الاستعابية لاستقبال المرضى باعتبار المواطن البحريني هو محور التنمية وغايتها الحقيقة افتتاح القسم الاميرجنسي في السلمانية المضاعف تعادل فيه من 80 إلى 120 سرير يعني تقريبا حوال 50% وتخصيص عدد من الأسر للأطفال بحيث ان يكون الأطفال لهم مكان الأسعاف والكبار لهم مكان الأسعاف هذا حق تقدم كبير في النسبة للسلمانية لأن السلمانية يمكن هي أكبر مكان حق تلقي الحوادث في البحرين وهي اللي تشايلة تقريبا يعني الجزء الأكبر منها عدد المرضى اللي يجيون كل يوم بالآلاف في السلمانية وطبعا على مسؤوليتهم أنهم يشتقبلونهم وصنفونهم التوسعة هذه جدا مهمة لأنها تضيف لقدرات المجمع السلمانية الطبي لاستقبال الحالات الطارئة فهذه إضافة جدا مهمة وتخدم المواطن البحريني إن شاء الله بشكل أفضل قسم الطوارئ يستقبل عدد كبير من المرضى من ما يقرب 1500 مريض في اليوم الواحد فطبعا التوسعة إن شاء الله بيكون له تأثير إيجابي على تحسين نوعية الخدمة المقدمة للمرضى مما يساهم في تقليل وقت الانتظار وحصول على خدمات أفضل تطور مستمر يشهده القطاع الصحي ليقدم أفضل الأمثلة والنماذج المتقدمة التي تحكس اهتمام المملكة وحكومتها في تنفيذ مختلف المشاريع التي تحقق إضافة نوعية لجودة الخدمات المتقدمة وتطوير السياسات والاستراتيجيات الصحية سعيا لتعزيز صحة الفرد والمجتمع وضمان توفير خدمات صحية شاملة ومتطورة ذات جودة عالية ومتكاملة ومستدامة ترجمة نانسي قنقر